اشتركوا في القناة باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله ومستشار الشؤون الإفريقية والدولية برئاسة الجمهورية عبد الكريم إدريز ديبيتنو وبعد استراحة قصيرة بصالة كبار الزوار بالمطار توجه غلام الله ومعاونه إلى مكتبه حيث ينتظر وزير الخارجية الفرنسي لعقد لقاء ثنائيا عالي المستوى وفعلا بعد 15 دقيقة وصل جان نويل بارون إلى مكتب وزير الدولة عبد الرحمن غلام الله وبحضور مستشار الشؤون الإفريقية والدولية برئاسة الجمهورية عبد الكريم إدريز ديبي إلى جانب معاوين الطرفين نوقشت عدة مواضيع أهمها التبادلات المثمرة التي تهدف إلى تعزيز أواصل الصداقة التاريخية والتعاون الثنائي بين البلدين كما تناول الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إدارة الأزمة الإنسانية الناجمة عن التدفق الهائل للاجئين والوضع المقلق في السودان المجاور فضلا عن القضايا الأمنية في المنطقة مع التركيذ على مكافحة الإرهاب هذا وتعد زيارة جانويل بارون هذه الأولى إلى إفريقيا بصفته وزير الخارجية الفرنسي تعقبها جولات إفريقية أخرى وسيزور مخيمات اللاجئين بشرقي البلاد للتعرف على أوضائهم والتباحث مع أعلى السلطات بالبلاد المصالح المشتركة بين البلدين ومواجهة التحديات التي تعيقها ترجمة نانسي قنقر